السلام عليكم يا صبايا كيف حالكم ان شاء الله يارب تكونوا كلكم خير ومبسوطين اليوم هعمل معاكم حلة سهل وسريع جدا بنعمل بعشر دقايق يعني بتقدري تعمليه بمنتهى السهولة بتعمليه وبتاكلوه بعد ساعة بس حطوه بالفريزر هو حلة الجلي بالبسكوت في المكونات عنا هنا حاجات كتير بسيطة بالبداية عنا بسكوت عنا هنا استخدمتي تايم استخدموا اي بسكوت شاي ما يكون له نكهة وعلبة جبنة متلتات وعلبة جشطة وبكية دريم ويب واثنين بكية جلي ومعلكتين سكر وشوية حليب لتغميس البسكوت ممكن تعملي الحلو هادا بكبيات فردية انا هنا هعملوا بصنية على طول على السريع وبالنسبة للجلي الجلي ممكن تستخدم اي نوع جلي بتكمية هلقيت في كسرونة على النار هحط مجين من الماي بس يعني كبيتين من الاكواب المعيارية ماي للجلي هحط واحدة منهم في تكوين الكريمة ووحدة على السطح الجلي عادة بيكون مكتوب على البكية انه اتنين ماي لكل بكية لأ انا هنا حطيت اتنين بس ماي يعني ما حطيت اربعة عشان بدي اياه يطلعت جيل هلقيت بعد ما انا غلية الماي على النار حطيت بكتين الجلي وهحركهم وهخليهم في درجة حرارة المطبخ لغاية ما يهدوا شوية عشان احط منهم مج من الجلي هدولة هحطهم في الخلاط على الكريمة ومج هحطوا على السطح بس اتأكدوا طبعا انه تحرك كويس لانه من تحت بيكون يعني مكتل تحت في قاعدة الكسرونة اذا عملتوها طبعا بالفراولة حطولها فراولة يعني اذا عملتوها بجيل الفراولة حطولها فراولة واذا عملتوها مسلا بجيل التفاح اخضر لون هحطولها كيوي اذا عملتوها بالمنجا حطولها قطع بورتجان او اناناس او برضو قطع منجا تطلع كتير لذيذة في شاف الخلاط هحط متلتات الجبنة وهحط باقي الحليب اللي انا غمسته يعني اللي غمست في البسكوت اخسالة طبعا ينكبفة حطيته ممكن انتم ما تحطوا هاد الخطوة وممكن بدلها برضو تحطوا تلت معالج او اربع معالج حليب سائل وبردو ممكن ما تحطوا خالص بس انا هنا عشان ما بدي الحليب ينكبفة حطيته فما بيأثر ابدا هحط علبة الجشطة وهحط للدريم ويب بالنسبة للصبالة دايما بيكتبولي اعمالي لنا مكونات اقتصادية هادي المكونات مش كتير غالية يا حبايبي يعني كان في زمان الباكيت الدريم ويب كان يكون بتلاتة شاكل هالجيت بشاكل ونص وبشاكل كمان مع العروض وكمان علبة الجشطة هادي بشاكل شاكل ونص وجبنة المتلاتات بشاكل ونص يعني مش اشي يعني الوصفة كلها بتاخدش معاك خمسة شاكل هالجيت هحط برضو الدريم ويب زي ما حكيتلكو انا عملت الحلو ها ده مرتين عملته مرة بصنية صغيرة وكنت جامل ما اصور النتيجة حطيته بالتلاجة ونمت بصحيت لقيت زوجي صحتينه عافية ما اخد قطعة حلو منها وماكلها مش عارف اني انا هنصور النتيجة النهائية فاضطريت اني اعيدها مرة تانية وضعفت المقدار وحطيت عليها فراولة لانهم حبوها كتير الولاد كتير لذيذة هالجيت هخلطهم كلهم بالخلاط بس بعد ما حط عليهم مج من الجلي اللي احنا حضرناه وتركناه يبرد هنا انا بدي اخلي طعم الحلو نفسه جلي وكمان الجلاتين الموجود في الجلي نفسه واللي هيمسك طبقات الحلو نفسه هالجيت هخلطهم بالخلاط عادي وغمست البسكوت بالحليب وبرده ممكن ما تغمسوا برضه البسكوت بالحليب وممكن برضه تحطوا طبقات بسكوت مخلوط مع الزبدة بس هنا انا بديها هتختلف شوية عن التشيز كيك تطلع حلو هيك لذيذة عامل زيت قوام الايس كريم مع طعم الجلي مع طعم الفراولة بجد تحفا انا حبيته بصراحة اكتر من التشيز كيك خفيف جدا جدا ولذيذ عن جد الصينية بتاكلوها في دقيقة حطيت هنا المكونات كلها وبدي انا بيهكم من نقطة دايما بيكتبولي البنات بنزل الجلي من الطبقة اللي فوق للطبقة اللي تحت بكون السبب يا حبايبي انكم انتو حطيتو الجلي في مكان واحد ما خلته يعني وانتو بتصبو فيه صبتو في مكان واحد فهيخرم الكريمة وينزل تحت او بتكونوا ما سكرتو الفراغات فبينزل من طبقة الفراغات اللي على اطراف الصينية لتحت هلقيت هيا هنا تشتر بعد ما عملت الصينية للمرة التانية كتير حلة لزيز وخفيف بنصحكو تجربو شايفين شكلو من جوة عمل زي هيك جلي على طعم كريمة على طعم زي ايس كريم بجنن كتير نفسي تجربو ازا جربتوه عجبتكم بصولي لايك وما تنسوا الاشتراك في قناتي شكرا ومع السلامة